كده رمز جلال رمز جلال بقى هو نجم كل رمضان لازم نفضل نتفرج عليه ويحصل اعلى نسبة مشاهدة واعلى نسبة اعلانات ونفضل كل سنة نعود جشت في هذه الظاهرة يعني احنا طرحنا السؤال شايف ازا اهانة النجوم المصريين مقابل الملايين حتقول لي ده مش بس المصريين ده في العرب وفي اجانب ايوه لكن تسعة وتسين وتسعة من عشرة بيكونوا مصريين طرحنا ازا السؤال كيف ترى اهانة النجوم المصريين خلاف ما بين نقابة الاعلامين والمجلس الاعلام حول هذا البرنامج بالذات بعد تصريح الزميلة سهام صالح وكيل اول نقابة الاعلامين لما قايت ان هذا البرنامج برنامج هادف وكل المسألة انها مسألة حقد وحسد وغيرة من نجمية هذا البرنامج وقناة ام بي سي مصر اللي بتعرض هذا البرنامج فحصل خلاف ما بين الاتنين وفي النهاية استمر البرنامج ولم توصلت مع هذه النقابة المعنية بالامر قالوا لي انهم الحاجة الوحيدة يقدروا يعملوها انه يتم وقف بس هذه القناة على النايل سيات وطبعا ده عقوبة كبيرة جدا يعني اكبر من الجرب نفسه او من بعض ما يأتي به هذا البرنامج ولكن انا مينفعش انهي يعني ملف رمز جلال في هذا الشهر الا لما فكر حضراتكم باعترفات كثير من الفنانين والفنانات ومنهم اي ناس الدغيدي لما قالت ان الكل اللي انتوا بتشوفوه ده يبقى متزبط ومتفبرك ومتزبط صح وكانت قابليها متزبطة هتلبس ايه وحترعب ايه وحتخاف ازاي وحتمثل ازاي اذا نكون لما نشاهدوا ما هي الا تمثلية سخيفة بنفضل ننتظرها كل سنة كان معايا كثير من النقاد والفنانين نقدوا هذه الظاهرة منهم الاستاذ سمير الجمل النقد الفني الكبير معايا كمان كان الكاتب صحفي الشام يحيى والمخرج عادل عوض كمان قدمنا لحضراتكم مجموعة من الفتاوى الرياضية من رمز